نقصة الحدة تحى لكن دبلوماسيا مين يوصل الأزمة بين الجزائر والمغرب دبلوماسية؟ الأزمة الإعلامية نقصة الحدة تحى ولكن خلت أثار كبيرة في الشعوب غالي العلاقات بين الدول عندما تكون أزمة تكون أزمة سياسية وتكون دبلوماسية على ملف سياسي ملف دبلوماسي وملف أمني أما المرة هذه مست شعوب مباشرة مست شي حساس عن الشعب الجزائري والعالم لذلك جرح تحى عميق وتطبيع العلاقات الجزائرية المغربية قد يطول قد يطول أكثر من 4 أو 5 سنوات طيب السيد رحبي أنت كنت في فرنسا في الأمس ربما وحتى أنت درت تصريح في فرنسفينتكات لماذا مسؤولين الآن يعني عمارة بن يونس صرح خبر مهم جدا هو إرجاء تعديل الدستور بعد رئاسيات صرحوا في فرنسفينتكات لم يطلع عمارة بالأمس فرنسفينتكات كنا نعرف أنه ربما قناة فرنسفينتكات تتمثل الخارجية الفرنسية ولا ترسم معالم الخارجية الفرنسية فرنسفينتكات هي امتداد مباشر للسياسة الخارجية الفرنسية هذا شيء معروف وموانا من طرف الحكومة الفرنسية مثل الوكات المباعة الفرنسية ومثل بعض القنوات التلفزيونية العامة ياريت الجزائر عندها قنوات امتداد وخارجي للسياسة سيد رحبي لماذا فكرنا ندير قناة تحكس خارجيتنا أنتم كنتم دبلوماسيين ولو مرة فكرتوا نحن ما كانش عنا الإمكانيات الموجودة اليوم ثانيا في التسعينات عندما تفتح السماعي البصري بعد أحداث أكتوبر ولأحداث أكتوبر فضل كبير في إنشاء الأحزاب وإنشاء الصحف هذه المستخلة اليوم أنا ذاك ما كانش عنا إمكانيات ولكن كان عنا إعلام نبأس به أنا ذاك في التسعينات أذكر أنا كنت ندقى رسمي بس بوزارة الشؤون الخارجية في التسعينات الرواج تعال إعلام الجزائري في الدول العربية كان كبير كان كبير مع أن هناك كش أخمار صناحي لكن سيب الحالي لماذا المسؤولين جزائريين يدخلوا أنا ممنوع من الإعلام المؤسساتي منذ 14 سنة مع أني كنت وزير الاتصال والثقافة لم تعزمني يعزمني التلفزيون الجزائري ولو مرة واحدة لو لا التلفزيونات الجديدة هذه كمانتومة مثلا لما تعرف الجزائريين على المسؤولين السابقين لكن سيد رحى بقناة مثل قناة مثلا تخدم الخارجية الجزائري ما حظر حتى واحد ما رحش يختلفوا لها اثنان أصلا رح تحكي السياسة خارجية جزائرية لدول معينة سياستنا يعني سياستنا الخارجية الإعلام الإعلام إرادة سياسية الإرادة سياسية كانت موجودة في تسعينات كانت موجودة أيام شديد بقوة لأننا انتبه إلى شيء إن الإعلام مش ممكن تكون عندك سياسة خارجية قوية إذا ما كانش هرها إعلام قوي كيفاش تحب أنت تسوق الأفكار تاعك والرؤى تاعك وسياستك الخارجية في إفريقيا إذا ما عندكش إعلام موجه إعلام قوي موجه ثم إلى العالم العرامي بالطبع هو هذا ما تفعله فرنسو باندكات يعني عنده إعلام موجه فرنسو باندكات فقط الولايات المتحدة عندها قنوات عومية إنجلترا عندها بي بي سي فرنسا إسبانيا إيطاليا كل هذه الدول عندها إعلام مؤسساتي قوي طيب ما ليش سيد رحابي نعود ونقول لفكرتنا المهمة اللي حبينا ماذا يعني أنه مسؤولين يروحوا يصرحوا في فرنسو باندكات كان صرح عمارة بن يونس وقال أنه يعني جيل تأديل الدستور من قناة فرنسو باندكات بعده بيحاول 15 يوم رمطان العمامة يصرح هذه التصريحات في قناة فرنسو باندكات والله أنا قلت لك أولا هذا قد يرجع كذلك بسوء نسبع طفيفة إلى جرأة الصحفي لأن الصحفي الإعلام المؤسساتي لا يتجرأ بطرح هذه الأسئلة للمسؤول أنا لا أتصور لا أتخيل مسؤول صحفي في قناة عمومية في تلفزيون العمومية يطرح هذا السؤال إلى العمامة فالجرأة لي موجودة عند الأجانب كذلك الصحفي الأجنبي لا يكتفيش بالأجوبة الشكلية الرسمية هذا يصبح المسؤول الجزائري ملزم إلى إعطاء هذا أتصور إلى إعطاء أكثر ما تشوف سيد رحبي أنه ربما هذه التصريحات هدفها موجه لرأي عام معين يعني رأي عام في دول معينة نسبة معينة رأي عام خارجي نسبة معينة طبعا لأنه عندما وزير جزائري يتكلم إلى رأي العام خارجي اللهجة تختلف حتى المنطق يختلف لأنه عندما تحكي إلى رأي العام الخارجي مش ممكن أنك تقنعوا بأن رأي جمهورية مريض وكبير في السن يترشح للمرة الرابعة قد يقبلها الصحفي الجزائري لأنه عايش في ظروف خاصة لأن حالتنا الداخلية خاصة هناك نقاش حول هذه القضية قد لا يقبلها الصحفي الأجنبي لأن نمط التفكير علاقة الصحفي الأجنبي مع طبيعة السلطة التداول على السلطة في الغرب يختلف عن القراءة في جزائري فعندما تحدث إلى صحفي غربي وتحدث إلى صحفي جزائري أو ليبي قبل سنوات أو مصري لهجة تختلف وطريقة تناول موضوع تختلف هذا لا يبرر هذا لا يبرر هذا لا يبرر لا يبرر اللجوء المفرط إلى وسائل الإعلام الأجنبية لكي تمر الرسالة إلى الشعب الجزائري طيب ربما الهدف منه هو رأي عام خارجي هذا شيء مليح لكن سيد رحابي لماذا لا نهتم أيضا بالرأي العام الداخلي على ما نحطوش الشعب في الصورة أيضا في مثل هذه الأمور في مثل هذه القرارة تعديل الدستور والشعب يهموا رأي الجزائر وموقفها من المغرب هذه الأمور مثل ما تهم الرأي العام الخارجي هذا أتقالي شخصي هذا أنت أنت تقنع واحد قانع أن الجزائري لازم يعرف كل ما يجري ولازم يعرف نية الحكومة ولازم يعرف برنامج الحكومة وأول من أول مستفيد مباشر من ذلك هي الحكومة لأنه عندما الجزائري يكون عنده المعلومة الصحيحة علاقته مع السياسة تكون واضحة تكون ثقة بينه وبين الحكم فخدان الثقة وين تكون عندما المواطن ما تصلوش المعلومة الصحيحة عندما المواطن ما يعرفش أجندة الحكومة ما يعرفش رزنامة الحكومة ما يعرفش مثلا نية الحكومة في تعديل أو عدم تعديل الدستور ويسمحها من قنوات أجنبية ثقته في الطبقة السياسية وثقته في الإعلام الحكومي المؤسسات تنقص تتقلص فلذلك كل مرة يعرف الحقيقة بين قوصين يلجأ إلى الإعلام الخارجي للأسف والحمد لله القنوات هذه الجديدة الجزائرية الآن أصبحت فضاءات وينتوا تدور فيها أفكار مقبولة من طرف الشعب الجزائري لأنه يلقى أفكار جديدة يلقى لهجة جديدة في الخطاب يلقى معلومات جديدة يلقى جرأة جديدة حرية جديدة طيب سيد رحابي نروح للجرائد نعديد من الجرائد تحدثت في موضوع الوفد الذي الذي زار الأمس الجزائر وزيارة دوم يومين الخبر وقت الجزائر الإكسبريسيون نبدأ يعني بما كتبت إنزال وزاري وبرلماني فرنسي بالجزائر باريس تدافع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية بوفد كبير كان حضر الوزير الأول جون مارك أيرو وزير الداخلية فالس يعني وفد وزاري كبير سيد رحابي كيف تشوف هذه الزيارة زيارة هذا الوفد الضخم الفرنسي للجزائر أولا هذه الزيارة جات فيه ظروف مميزة في العلاقات الجزائرية الفرنسية العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست بالعلاقات البسيطة أو العادية العلاقات الجزائرية الفرنسية يا إما هي ملحة يا إما هي ملحة وفيش وسط وفيش وسط بحكم التاريخ بحكم عمار الفرنسي. فبالتالي الظرف الحالي ظرف مميز للعلاقات. تعرف العلاقات بين جزائر وفرنسا عرفت الظروف صعبة في السبعينات. أيام بومدين وجيسكار دستان راشل جاميني متطرف معادي إلى جزائر. ثم تحسنت شيء ما بين ميتيران وشايد لبنجدين. لكن هذا التحسن سيد رحبي. سمح لي. لأنك قلت تحسن. هذا التحسن ما نظن أنه يكون على حساب تنازلات. ما يكونش على حساب تنازلات من طرفنا. تحسنت لماذا؟ في وقت بومدين كانت العلاقات متوترة. تقول في وقت الشهادلي تحسنت. كون يقولنا أنه ربما في وقت الشهادلي ما صارت تنازلات. وقت الشهادلي تحسنت لأن أيام بومدين وجيسكار دستان أولين تصريحه الأول هنا في جزائر كانت تصريح تقريبا عدواني. ثم قرر في 75 قررت الحكومة الفرنسية ترحيل كل سنة 30 الجزائري حمل بطاقة إقامة. وعندما وصل ميتيرون إلى السلطة في الوعد والثمانين ألغى هذا القرار. فهذه كانت إشارة قوية. خلت العلاقات ثقة تبنى بين شهادلي بجريد الله يرحمه وميتيرون. ثم بقيت هذه العلاقات مدوا جزر. مدوا جزر إلى حد وصول شراك إلى السلطة التي كانت نية تملحها شراك. ولكن خلال فتر شراك ظهر هذا القانون لمجد الاستعمار. فخلق أنك العلاقات. ثم تم حجز دبلوماسي الجزائري حسني في باريس لمدة تقريبا سنتين. ثم كانت هناك بعض الوزراء من اليميل المتطرف أغلب الأحيان من الأقدام السود كانوا في الحكومة الفرنسية. وتصريحاتهم كانت غير مقبولة. غير مقبولة. الناس المقربين من ساركوزي بصفة عام متطرفين وما زالوا يامنوا بالجزائر الفرنسية. عندما وصلوا الاشتراكيين. هذا أولا جيد جديد من اللخبة الفرنسية. ما عندوش علاقة مباشرة بثور التحريق. المشكلة العام الثاني هو فرنسا محتاج إلى السوق الجزائري. وهذا شيء طبيعي. فرنسا عايشها أزمة اقتصادية. تركيا والجزائر هو البلدان الوحيدين في المنطقة اللي عندهم نمو اقتصادي. لأن كل البحر المتوسط الآن عايش أزمة اقتصادية. عايش أزمة اقتصادية. فالسوق تهم فرنسا. في الظروف الحالية فرنسا تحتاج إلى السوق الجزائري. الجزائر تحتاج إلى الخبرة الفرنسية. خاصة في ميادين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والالكتروميكانيكية. ومصنع رونو. لكن الشيء الشيء اللي حبيت نفهمه. أنا سيد الرحابي. لما تقرأ أرقام يعني لغة أرقام نقول أنه 6.3 مليار أورو سنة 2013 يعني هي صاديرات الفرنسية نحو الجزائر. 3.7 مليار بين الواردات من الجزائر لسنة المرجعية من 97% من المحروقات. والفائض التجاري لصالح فرنسا 2.5 مليار أورو. 450 مؤسسة في الجزائر. وجون مارك أيو يتكلم يجب أن نحسن العلاقات الاقتصادية. يعني اكتساه الاقتصاد الجزائي. أكثر تحب وجود أكثر. تحب أن تكون شركة هذه الشركات الفرنسية الآن هي عايشة اسمة اقتصادية. لأن كل مرة تبيع بضائع فرنسية أو صينية أو يابانية في السوق الجزائرية تخلق شغل في البلد اللي يبيع البضائع هذا. وهذه الأزمة في أوروبا أزمة شغل. فأنا لا أرى شيء حقيقة غريب أو جديد في التعامل بين الدول. هناك ازمة اقتصادية حادة في فرنسا. كل واحد يبحت هناك سوق سوق جزائرية. هناك بعض الأعوامل تساعد على التجارة. هناك بعض الأعوامل كالذاكرة قد تخلق مشاكل بين البلدين. وهذه حكومة عايشة الآن أزمة سياسية في فرنسا خانقة. فقد تكون الجزائر متنفسة. هناك العامل طبعا الأمني. أيرو قال في الخبر أن الجزائر وقفت إلى جانبنا في حرب مالي. الجزائر وقفت إلى جانب ما صالح الجزائر. هي تأمين الحدود. وتحاول أن هذه الأزمة لا تصل لنا. طيب سيد رحابي أنت ما قلت ليش حاجة مهمة. كيف الآن رأي العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ مميزة في الظرف الحالي. مميزة لصالحنا لصالحهم وصالح الطرفين. مميزة تعرف بين الدول. المصالح تحكم العلاقة بين الدول. ليست المبادئ. المبادئ توظف لصالحها على المصالح. هذه هي الرؤية البراجماتية للديبلوماسية. نحن مازلنا في جزائر وعندنا شوية رومانطقية عندما... طيب سيد رحابي أنت مع توظيف الكثير يتكلم على الذاكرة والاستعمار. أنت في رأيك نتعامل مع فرنسا اقتصادياً بغض النظر عن الماضي وبغض النظر عن الجروح وبغض النظر عن الاستخدام. لا 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 لا. ولا دايماً هذه. لا لا لا. هذا هذا هذا. هذا مش ملف. هذه ذاكرة. هذا شيء ثابت في شخصيتنا في هوية الجزائرين. ليس ليس هو ملف قابل للمساوبة أو للتفاوض مع فرنسا. هو عنده قراءته لتاريخ. وأنا عندي قراءته لتاريخ. والتاريخ يعيق مثلاً في تعامل الاقتصادي. الآن لا. لأن التصريحات الفرنسية الأخيرة المسؤولة